أن تمتهن الأحزاب السياسية أسلوب القتل والتصفية فهي تتحول بالضرورة إلى عصابة مافيا سينتهي المطاف بها في السجون لكن في حالة معزومة كالحالة العراقية فإنها تصل إلى البرلمان والحكومة وتتحكم بالبلاد ككل فرق الموت المصطلح الذي يعرف أركان السلطة في العراق عاد إلى الواجهة بعد إعلان حكومة الكاظمي إلقاء القبض عن المتورطين في الإختيالات التي استهدفت ناشطين في البصرة غاب الأمر برمته عن الإعلام وبدأت تتكشف محاولات تسويفه عبر اعتبار الجرائم التي ارتكبوها جنائية لا إرهابية بحسب مسؤولين حكوميين نقلت عنهم مصادر صحفية اثنان من أبرز زعماء فرق الموت في البصرة لم يلقى القبض عليهما بل نقلوا إلى ناحية جرف الصخر تحت حماية ميليشيا حزب الله التي حذرت المتورطين بالإختيالات من صدور أوامر اعتقالين ضدهم بحسب المصادر التي أكدت أيضا أن قوى سياسية تضغط لإطلاق سراح المعتقلين وجعل الأمر جنائيا بحتا لأنهم نفذوا جرائم الاختيالات لصالح الأحزاب تجار وأصحاب شركات مشبوهة كشفت مصادر أمنية عن ارتباطهم بفرق الموت لتكتمل حلقة الوصل النفعية أحزاب سياسية تدير شركات اقتصادية بدورها تمول فرق الموت تحدثت المصادر عن صلاة وثيقة للنواب في البللمان عن حزب الدعوة مع أحد رجال الأعمال الذي تكفل بدفع أجور محام عناصر الميليشيا المعتقلين وقال المصدر أن تسجيلات صوتية عثر عليها في هاتف أحد المعتقلين تعود لرجل أعمال عراقي يطلب فيها تحذير أحد المتورطين بصدور مذكرة اعتقال ضده قبل شهر تقريبا من بدء عمليات اعتقال عناصر فرق الموت تلك الخيوط الأمنية والسياسية تدعو لتسليط الضوء على النشاط الاقتصادي للميليشيات حيث تمتلك ميليشيا حزب الله أرصفة في ميناء مقصر تدير من خلاله عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والنفط الإيراني فضلا عن إدارة شركات في بغداد والبصرة لنفس الغرض إثبات البراءة لأي متهم في العراق قد لا تجي نفعا بقدر إثبات ارتباط القاتل بأحد الأحزاب والميليشيات عندها ستشوه الحقيقة ويبرأ المدان وقد تدان الضحية اشتركوا في القناة